السلام عليكم طبعا باخر فترة فيه كومت مرة يتكرر عندي في القناة وهذا كومت عبارة عن انت ليش تسوب ران ليش تقول عن ران معطوبة انت ليش مشخصنا مع ران بهذا المقطع بتكلم انا ليش اقول لي ران زي كده وبوضح كم شي بخصوص هذا الموضوع ولكن المقطع بيكون عبارة عن تفصيل شامل لشخصية ران فاذا تبقى تعرف رأيي بشكل كامل عن ران تابع هذا المقطع معاكم احمد كايتوز ويلا نخش في المقطع طبعا اول شي بنقسم شخصية ران لستة اكسام ران ومساعداتها الكونن ران وعائلتها ران واصدقائها ران وماضيها وعلاقة ران وسينشي وعلاقة ران وبالموث وعلاقة ران بالمنظمة السوداء طبعا قبل ما ابدأ هذا المقطع احاب اقول لكم انه هذا المقطع بدون اي سكريب يعني يمكن اشياء مرة كثيرة تفوت مني لاني انا مني كاتب اي شي كده حتيت ستنقاط هذي وبتكلم على حسب ذاكرتي انا عموما اول شي خلينا نتكلم عن ران ومساعدتها الكونن طبعا زي ما نعرف ان ران تساعد كونن بمواقف بره قليلة وغلبها لمن كونن ما يقدر يتعامل مع مجرم فلمن كونن ما يقدر يتعامل مع مجرم لانه حجمه صغير تيجي ران وتضرب المجرم وتقبط عليها وهذه الاشياء طبعا غير المرات اللي انقذت كونن فيها صراحة ما ادري هذا المقطع اتكلم بس بالانمي ولا اضيف الافلام بس لانه بالنسبة لي شخصية ران بالافلام مرة شخصية اسطورية ولكن بالانمي شخصية يعني مو اسطورية بتعرفه بالمقطع ولكن انا بتكلم دحانة على الانمي بس وفي اشياء مرة بسيطة بتكون من الافلام لانه زي ما قلت لكم لو بنتكلم مع ران مع الافلام بيختلف وجهة نظري مية بالمية لانه زي ما قلت لكم ران بالافلام شي مرة اسطوري وشي مرة الخيالي فخلينا نرجع من نقطة ران انها تساعد كونن ران تساعد كونن فقط بالقبض على المجرمين وبمواقف ثانية بس مرة مواقف قليلة فإذا جئنا من ناحية أنه هل ران تساعد كونن فايب ران تساعد كونن ولكن بمواقف مرة قليلة والنقطة اللي بعدها ران وعائلتها طبعا زي ما كنا نعرف أنه ران وهي صغيرة انفصلوا أمه وأبوها عن بعض وعاشت ران عند أبوها وأمه كانت عاشة بمكان ثاني فتقريبا نص عمر ران عاشت بدون أمه وأبوها يكونوا مجتمعين ولكن طبيعة ران مع توغو موري علاقة جدا جدا جميلة وحتى علاقتها مع أمه جدا جدا جميلة ولكن مشكلة ران بعلاقة أمه وأبوها فايب علاقتها مع أمه وأبوها مرة كويسة ولكن أكيد عاشت طفولة مرة مشتتة بسبب انفصال أمه وأبوها ولكن هذا الشيء ما عاقب حياتها بالنائي شفنا كيف ران كانت مرة مبسوطة بحياتها المدرسية وحتى حياتها العاطفية مع سينجي وإلى الآن شفنا كيف ران سعيدة فبالنسبة لي والشيء اللي انا شفته صح تضرات ران عاطفيا بانفصال امه وابوها ولكن ما تضرات بشكل انه تتغير شخصيتها او تصير نفسية وتكره الحياة واصلا موضوع انفصال توغو موري و ايري مو شيء حزين لديد درجة هو صح انه شيء مرة حزين انه انفصله امك وابوك عن بعض ولا ولكن انا اتكلم على شخصية ران ما تأثرت مرة بهذا الشيء وهل يودينا للنقطة اللي بعدها هل ما ضران حزين لديد درجة بالنسبة لي انا اشوف ماضي ران مو حزين اوكي صح امه وابوها مفصل عن بعض وعاشت حياة تقريبا مشتتة ولكن ما شفنا هذا الشيء نعاكس بران لانه غالبا كانت تقابل امها وعاشها مع ابوها يعني مو امها وابوها ماتوا لا هي تشوف ابوها كل يوم وتشوف امها بين فترة وفترة وخلونا نركز بنقطة ماضي ران طبعا فيه ناس مرة كثيرة جماعة لمن اجي اتناقش معهم بسواليف ران يقولولي ماضي ران جدا حزين المفروض بسويب ماضي ران ران تتغير تصير شخصية سيئة طبعا انا كنت مرة مستغرب يا جماعة ليش فجأة الناس صار يقولولي زيكل يعني مو شخص واحد لا اكثر من شخص صار يقولي هذا الكلام ولكن بعدين اكتشفت هذا الكلام طلع من مين الكلام هذا طلع من شخص انا جدا احبه وانا من متابعينه فصراحة الكلام هذا طلع من الوجيه فبعد ما الناس شافوا مقطع الوجيه وكيف هو يمدح ران وقال هذا الشيء فصاروا كلهم يقولوا نفس كلام الوجيه النوران ماضيها جدا حزين ومفروض النوران من ماضيها تتأثر وقبل ما ارضع لهذه النقطة اول شي انا مرة مرة احب الوجيه وما ادري اذا الوجيه الصراحة بيشوف هذا المقطع ولكن اذا انت تشوف هذا المقطع الوجيه انا اكسم بالله مرة مرة احبك وباذن الله بيوم من الايام تسوي مقطع عن بعض نتكلم فيه عن كون واذا شفت هذا المقطع لا تكمل الكلام اللي بقوله لانه بيكون فيه حرب مرة كبير فأكسم بالله أنا مرة أحبك وخلاص هنا أوقف وخلاص عموما لما نتكلم على الماضي ران يا جماعة خلينا نقالوا بماضي باقي الشخصيات هل ماضي ران أسوأ من ماضي جودي؟ ماضي جودي اللي شافت أبوها أمها ميتين قدامها ماضي جودي اللي انحرك بيتهم وأمها وأبوها داخل بيتهم يعني متخيلين يا جماعة كيف المفروض تكون جودي؟ إذا كان ماضي ران حزين والمفروض تتغير فإيش نقول على شخصية جودي؟ طيب سيبعك من شخصية جودي هايبرة يا جماعة ماضي هايبرة جدا حزين متخيلين أنك تكون بالمنظمة من أنت صغير ومرقب وأمك وأبوك يموتوا من المنظمة وتكون مجبر أنك تخترع عقار عشان يكتل الناس يعني أكسم بالله يا جماعة ماضي هايبرة شيء مو طبيعي وحتى حاضرها في نقطة الناس مرة تخفل عنها إنه هايبرة لما جاءت تأخذ العقار هايبرة كانت تبت انتحر خلاص كرهت الحياة بعدما المنظمة السوداء مسكوها هايبرة أخذت العقار مو عشان تتقلص عشان تنتحر فتخيل نفسك أنت شخص بانتحر تأخذ العقار فجأة تقوم وتحصل نفسك صغير ومضطر أنك تعيش فشي أكسم بالله مرة حزين فلما نجي نتكلم على ماضي رام بالعكس ماضي رام يعتبر سعيد ليش ماضي رام يعتبر سعيد؟ لأنه سينشي كان بماضيها سينشي منية صغيرة إلى كبرت ما أتركها فبالنسبة لي أشوف أنه ماضي رام ما كان سيئة لدي الدرجة صح نقطة أمه وأبوها كان سيئة ولكن باقي الأشياء الثانية كانت مرة عادية صداقتها مع سونوكو صداقتها مع سينشي طبعا إذا كان سينشي مو بحياتها بنقول إيه وكانت حياتها مرة حزين ولكن سينشي أضاف لحياة رام الشيء المرة الكبير حتى سونوكو وبكل أمان الكلام اللي قاله الوجيه أنا ما ألومه أبدا لأنه إلى الآن ما أخلص كونن ولكن إذا كان هذا رايو إذا أخلص كونن فهي بالن كذا جلسة نقاش مع بعض فعشان ننهي هذه النقطة ماضي ران مو حزين إلا بشيء واحد اللي هو انفصال أمه وأبوها فقط أما الأشياء الثانية لا ران عاشت أفضل من شخصيات مرة كثير ماضية يا رجل ماضي شخصية سيرة أحزن من ران ما بأدخل في التفاصيل ولكن حرفيا ماضي سيرة أحزن من ران بمليون مرة وكي توغو إيري انفصل عن بعض فما بالك بسيرة المسكينة اللي ما شافت أبوها أبدا فهيب ماضي ران مقارنة بالشخصية الثانية مرة ماضي عادي واعتبر حتى يمكن سعيد والنقطة اللي بعدها علاقة ران وسينتي طبعا كلنا نعرف أنه علاقة ران وسينتي أفضل مما يكون سواء هم صغار أو هم كبار واتطورت هذه العلاقة إلى ما وصلنا لآخر الحلقات وشفنا كيف تطورت علاقتهم مرة من اعتراف سينتي الران بلندن واعتراف ران لسينتي بالرحلة المدرسية فهنا شوف علاقة سينتي وران من أفضل ما يكون والصراحة هي العلاقة الوحيدة اللي بالنسبة ليه ومستمتعة فيها بالإنمي وبكل مقطع جواب على هذا السؤال إذا تبقوا تسألوني مين تفضل كونان وهايبر هو لسينتي وران فأنا أقول لكم أنا من أكبر الدعمين لسينتي وران وأكثر شخص في الحياة يمكن يدعمهم تشوفوه يا عمي مستحيل سينتي يحب هايبر هلو إيش ولكن خلينا نوقف عن النقطة شوية شوفوا يا جماعة خلينا أتكلم لكم كذا بدون أي استحياء أو أي شيء أكثر شخصية بقتني بإنمي كونان هي ران وخصوصا باللحظات اللي تيجي تبكي عشان سينتي أكسم بالله يا جماعة زي ما قلت لكم ما في أحد بقاني بإنمي كونان أو أكثر شخصية بقتني بإنمي كونان ران ولكن خلينا كذا نفكر شوية بالموضوع صح إنه اللحظات بقتني ولكن ران استنت سينتي ستة أشهر بس يعني بالنسبة لي أشوفه وقت مرة قليل صح إنه سينتي معها من هم صغار ولكنها فترة مرة بسيطة أشوفها دي ما قلت لكم والله أكثر اللحظات اللي بقيت فيها بإنمي كونان هي اللحظات اللي ران تيجي تبكي بسبب انتظارها لسينتي أو اللحظات اللي ران تتكلم فيها عن انتظارها لسينتي ولكن بعد ما نفكر شوية بالموضوع إنه لا والله يعني وقت مرة قليل ستة شهر فقبل ما تسبني في الكومنتات أكسم بأيات الله يا جماعة والله إني أحب شخصية ران والله إني أحب ران والله 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 وبعد ما خلصنا علاقتها مع سينتي خليها ننتقل للنقطة اللي بعدها والنقطة اللي بعدها علاقة بيلموث بران طبعا علاقة بيلموث وران صارت بسبب انقاذ ران في لندن لبيلموث لما كانت متنكرة بهذا الرجال وشفنا كيف علاقتهم اللي أصلا ما هي علاقة قاعدة تطور مع الأحداث ومين انقاذ ران لهاي براء كل أماني يا جماعة عشان تعفوا إني أحب ران أكسم بالله جماعة أني شفت اللقطة هذه أكثر من مرة وشفتها قريب تقريبا قبل شهر والله إنه لما الران انقذت هاي براء واشتغل الأوست وبيلموث تطلق على الران وتقول لها يا ملاكي بتعدي أكسم بالله إن بكيت بسبب هذه اللقطة اللي فيها الران ها اشتبوا كمان طبعا يمكن فيه ناس اكتبه الكوميت اوه انت تبكي عشان انمي هو مو بكيت بوكالي يعني اوه لا لا يعني دمعت عيوني عادي انتوا فهم عموما علاقة بيلموث وران من أفضل ما يكون الصراحة ويمكن باعتقادي إنه بيلموث بتساعد كونن في الصدامة الأخير مع المنظمة بسبب ران أو سينجي والسبب إنه ذكرت هذه النقطة إنه يجب لك المحاور اللي موجودة فيها ران طبعا كل هذه المحاور مرتبطة فيها ران ويجبت هذا المحور عشان أضيفه مع المحور الأول مساعدة ران لكونن زي ما شفنا إنه علاقة بيلموث وران هي اللي خلت ران تساعد كونن سواء لما انقذت هاي برا أو حتى لما انقذت بيلموث بلندا لما انقذت منتكة بالرجال لأنه لو ران ما ساعدت بيلموث بهذه اللحظة كانت بيلموث بتكون ضد سينجي فلو بيلموث كانت ضد سينجي فأتوقع إنه سينجي يودع مرة من بدري فبسبب إنه ران ساعدت بيلموث في لندن بيلموث صارت تحب سينجي وران فهذه الصراحة نقطة إنه حسب لران لأنه خلت أقرب عضو الرئيس المنظمة يكون حليف لسينجي لدرجة إنه تسمي الرصاصة الفضية زي ما قلنا نعرف الرصاصة الفضية هي الرصاصة الفضية اللي تغضع المنظمة السوداء فما بالكم شخص بيغضع المنظمة السوداء يكون حليف لأقرب شخص من الرئيس المنظمة فلا تشحدوا يلي يحبوا رانها شفتوا أنا مدحت ران والنقطة اللي بعدها ران والمنظمة السوداء طبعا أنا مشكلتي مع ران إنه ران ما تدخل بالمنظمة السوداء إلا من طرف واحد بس بيلموث ولكن بالنسبة لي المفروض يكون لي ران دور وصح أني شفنا بالأفلام أكثر من مرة ران تصدر مع عضائي المنظمة ولكن بالنهاية ران مفرشت منهم كلهم وأنا الصراحة ما لومة فأيب بعد ما خلصنا كل المحاور اللي ران مربوطة فيها بالإنمي على حسب ذكرتي أنا خلينا أتكلم برأي على شخصية ران شوفي يا جماعة أنا شخص والله إني أحب ران طب يا كايتوس دامك تحب ران ليش تقول عنها معطوبة وتقول يا رب إنا تموت بعض المقاطر والله يا جماعة في البداية كانت مسحة مني ولكن بعد ما شفت الناس في الكومنت تقولي يا أحمد لي تكتب كذا يا أحمد ران عمتك قلت يهو ملدي الدرجة وفيه أشخاص مرة كثيرة من شنوني على ما قاطع لي ران وهي تضرب وهي تسوي أشياء مرة كويسة فيه ناس مرة كثيرين يحبوا ران وفانز لي ران قلوا لي ران أعظم شخصية بكونن ران عظيمة أعظم شخصية ببنت يهو يا جماعة وكي ران شخصية جيدة بس مرة ما تعتبر شخصية أسطورية يعني مثلا لو جينا حطينا ران مقارنة بكونن أو أكاي أو بيلموث أو بوربون يا رجل ما تيجي نصهم طيب أوكي سيبك من الرجال بكونن لو جينا حطيناها مع هايبر أو بيلموث أبدا أبدا ما تتقارن فيهم وأكي ران شخصية مرة مرة جيدة وزي ما قلت لكم والله إني أحب ران وران بكتني أكثر من مرة واللحظات اللي تيجي فيها ران أنا مرة مرة أتأثر ران شخصية جيدة أنا أحب ران ولكن التطبيل اللي قاعد يصلى أبدا ممبرر فوالله سوا مني أقول ران مع طوبة ولا أشياء هذه أني بس أمزح معاكم مو قصدي أبدا أني أزعل أي شخص وأتمنى أنه ما حتزعل مني أساسا فهيب هل أحمد كايتوس يكره ران؟ لا أنا والله إني ما أكره ران والله إني أحبه فأتوقع كذا فصلنا شخصية ران وعرفتوا رأي بشخصية ران هل أنا أحبه أو أكرهه وإذا تبعوني أسوي مقارن بين شخصية ران وهايبرة أكتبوا تحت في الكومين وإذا تبعوا تسألوني مين أحب أكثر ران ولا هايبرة فأنا أختار ولا أقول لكم وخلوها في المقطع إذا أنتوا تبعوا هذا الشيء فباختصار يا جماعة أنا شخص أحب ران ولكن أشوف الطبيل اللي شخصية ران وتعظيمه على إنها أفضل شخصية أنثى بكنا أبدا أبدا ما لأي مبرر وبس والله جماعة هنا وصلنا لهذه المقطع وأتمنى أنه هذا المقطع عجبكم لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وحسابات التك توك وإنستغرام تحصلوها تحت في الوصف كان معكم أحمد وكايتوز ولكن تشاركوا في القناة عشان نوصل مئة ألف بأقربوا ومع السلامة هاي جماعة خلاص رتحتوا أخيرا عرفتوا أني أحب ران أخيرا يا عمي أكسم بالله بهتلتوني في كل مكان بالتك توك والسناب شات لا سناب شات أنا ما حطناها بي في التك توك في الإنستغرام في اليوتيوب والله بقدلتوا حياتي يا جوعة كانت اللي ضعب الطح يلا مع السلامة